التدخين حرام؟ نعم نص القرآن يقول واضح الآية كريمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويحرم عليهم الخبائف من في الدنيا له فطرة سوية يقول والحديث يقول لا ضر الحديث صحيح لا ضر ولا ضرار ضر بالمال والحديث يقول لا ضرر وضرار ضر بالمجتمع والحديث يقول لا ضرر وضرار يلوس البيئة لا ضرر وضرار وهكذا ولذلك الأبحاث وللأسف الشديد يعني عفوا علب الصغير مكتوب عليها تحزير من وزارة الصحة أنه بيصب بسرطان لكن عفوا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لحياته لمن تنادي ومن يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا فرنس قال الله تعالى بأسماء الحسنة وصفات العلى ورحمة المنزلة باسمه الأعظم في علمه أن يتوب على المدخين والمدخنات يا رب يا رب توب عليهم يا رب يا رب توب عليهم ليتوبوا كما قلت ثم تاب عليهم ليتوب أسمائك الحسنة وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة وبعدين من أوجه الحرمة أيضا من أوجه التحريم أنه ده تبزير ليس إصرافا هناك فرقه أنت بتشعبني أخي طارك بتطلعني بره وبعدين ترجعني أتاني أعظم دكتور الله أنا جيت في السكة كده خوفني من اللي جيت في السكة بعد كده الترخين أيضا من أوجه التحريم فيه أنه هو تبزير وليس إصراف وهل هناك فرقه بين الإصراف والتبزير نعم الإصراف يكون في شيء أصله حلال أصله حلال مثل الأكل والشرب الأكل والشرب الأصل فيه إيه؟ أنه حلال حلال لكن مطلوب أنك لا تتجاوز لحد وذلك يقوله تعالى وَاكُلْهُ وَاشْرَبُهُ وَلَا تُسْرِفُهُ وَلَا تُسْرِفُهُ لأنه لو أحب المسرفين والحريث يقول كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتاني صرف ومخيلة كل على كيفك والبس على كيفك بس بشرط ابتعد عن الإصراف وابتعد عن الاختيال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتاني صرف ومخيلة لذا الإصراف وضع شيء في غير الموضوع ولذلك يعني إيه وصف الله تعالى قوم لود بأنهم كانوا مسرفين ليه؟ لأنهم يضعوا الشهوة في غير موضوعها طيب أما التبذير أما التبذير فحرام أصله من أصله حرام وذلك قال تعالى في الإسراء ولا تبذر تبذيرا إن المبذنة كانوا إخوان الشياطين فالترخين تبذير وبالتالي من يرضى النفس أن يكون من إخوان الشياطين يعني وهكذا فشوف أوجه ثلاثة هي تبين حرمة الترخين والعزب الله ضار وخبيس وأنه من صفات يعني إخوان الشياطين من يبذر ماله وبحتين عفوا يعني أحد المربين أتى إلى مدخن وقال له إيه قال له يعني خد عدس عدس سيجارة دي عدس كابردة وإيه يعني إحرق به ثوبك خد عدس كابردة وإحرق به ثوبك قال له ليه وأنا مجنون قال وإنت لما تحرق بالكبد بتاعك وتحرق فلوسك تبقى عاقل ولا تبقى مجنون يعني واضحة واضحة مثال فلوسكو فلوسكو بالكبد